في قبر عاجل مصر توجه رسالة لإثيوبيا حول سد النهضة وعاجل الرئيس السيسي بيوجه رسالة لمنتقدي إهدار أموال الدولة على العاصمة الإدارية الجديدة وفي خبر مضحك مخمور يدخل قسم الشرطة معتقدا أنه منزله وننشر التفاصيل وفي مفاجأة لكل المصريين كشف عن موعد أول أيام شهر رمضان فلكيا وفي خبر عاجل بأمر من الرئيس السيسي مصر ترسل طائرات لنقل المصريين بالقرب من أوكرانيا ننشر التفاصيل وبيان عاجل من الحكومة المصرية وتحذير من تغير مفاجئ في درجات الحرارة بننشر التفاصيل في البداية جمعة مبركة على حضراتكم وصلوا على الحبيب محمد وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في قناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول عاوزين نوصل ألفين أعجبني أو لايك على هذا الفيديو وقبل ما نبدأ في الأخبار زي ما متعودين في كل الفيديو نغرق التعليقات بكلمة تحية مصر وانتوا أدها نبدأ مع بعض فيه تفاصيل أو الخبر معنا وفي خبر عاجل مصر توجه رسالة الإثيوبيا حول سد النهضة في ظل الأزمة الحالية ووزير الرأي المصري محمد عبد العاطي شدد على ضرورة وجود تنسيق تنفي ملء تشغيل السدود الكبرى المنشأة على الأنهار الدولي والوزير قال خلال لقاء أنت وير مبعوث الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الإفريقي حضره سفير الاتحاد الأوروبي في مصر أن إصدار بيانات مغلوطة عن السد الإثيوبي وإدارة السد بشكل منفرد هيؤدي لحدوث ارتباك في منظومة إدارة المياه في مصر والسودان وإلحاق الضرر بدولتين المصب خلال الاجتماع تبادل الطرفان الرؤى بخصوص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المياه والموقف الحالي المفاوضات سد النهضة الإثيوبي طبعا زي ما حضراتكم عارفين أن هذه المفاوضات متوقفة في الوقت الحالي أضاف أن الوصول الاتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق التعاون والتكامل الإقليم المصدر معانا كامل صحيفة الأهرام وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهم والعاجل طبعا مصر بتوجه رسائل قوية جدا في الوقت الحالي بخصوص تد النهضة في ظل الأزمة الحالية في الشرق أترك لكم التعليق على هذا الخبر ننتهي مع بعض الخبر مضحك جدا مخمور بيدخل اسم شرطة على أنه منزله ونعرف مع بعض التفاصيل ومنطقة حلوان جنوب القاهرة شهدت واقعة غريبة حيث دخل شابا مخمورا قسم الشرطة اعتقد أنه منزله ووفق وسائل إعلام محلية فوجئ أفراد الأمن بقسم شرطة 15 مايو بشاب يهذي بعبارات غير مفهومة ويقتحم قسم الشرطة ويحاول دخول إحدى غرفه معتقضا أنه منزله كما حاول كسر الباب الزجاجي بعدما تصدوا له وأظهرت التحقيقات أن الشاب يدعى أحمد محمد هاشم بالكشف الجنائي عليه تبين أنه سبق ضبطه واتهامه في قضية سرقة مدجر وبعد عرضه على الأطباء في مستشفى حلوان ثبت تعاطيه لمادة مخدرة وشرب الخمور إلى ذلك ثبت شربه للخمور إلى ذلك قررت النيابة إحالته لمركز السموم من أجل إجراء التحليل اللازمة واتولت التحقيق في الواقع المصدر معنا كان من موقع المصر اليوم طبعا يعني هذا يعني خبر طريف وغريب جدا يعني راح برجليه لأضاء زي ما بيقولوا وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر ننتلم مع بعض الخبر آخر وعاجل الآن الرئيس سيتي بيوجه رسالة لمنتقدي إهضار أموال الدولة على العاصمة الجديدة طبعا زي ما حضراتكم عارفين أن فيه منتقدين لبعض الأعمال التي تقام في مصر منها العاصمة الإدارية الجديدة فيه ناس بتنتقد يعني بشكل بناء يعني أنا بنتقد عشان مثلا أحقق مصلحة دولتي وفيه ناس بتنتقد من أجل الانتقادة ومش هنقول انتقاد هنقول يعني توجيه رسائل لهدم البناء الذي يحدث الآن في مصر نعرف مع بعض التفاصيل والرئيس عبدالفتاح السيسي علق على انتقادات المواطنين في مصر لبناء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس السيسي قال الناس بتقول أنتوا بتصرفوا فلوس كتير على الفاضي على المدن الجديدة وأنا بقول لكم اللي احنا عملناه من مدن جديدة لو كانت عمل من 40 سنة بالتخطيط والتبقيق المناسب كان حل مشكلة كبيرة الرئيس السيسي قال خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق حرصنا على تنفيذ العديد من المشروعات الطرق لتسهيل حركة المواطنين احنا بنتكلم في 7 أو 8 مليون نسمة داخل الأحياء احنا بنعمل كل ده عشان نحل مشكلة الرئيس السيسي برضو قال أن العاصمة الإدارية تم تنفيذها وفقا لأحدث نظم التخطيط العمراني وبالشكل الذي يتلاءم مع متطلبات المواطني وليست فقط مدن جديدة ولكن المدارس والمناطق الحرفية وغيرها المصدر معنا كان من أخبار اليوم أترك لحضراتكم التعديق على هذا الخبر ننتهي مع بعض الخبر آخر وفي مفاجأة لكل المصريين اتكشف عن موعد أول أيام شهر رمضان فلكيا وقول لحضراتكم بكل سرور كل عام وأنتم بألف خير وسائل إعلام مصرية كشفت عن اقتراب حلول شهر رمضان المبارك اللي بيوافق فلكيا يوم السبت 2 إبريل 22 أوضحت أنه وفقا للمواعيد المعلنة من الهيئة المصرية العامة للمساحة تتراوح مدة الصوم ما بين 14 ساعة و19 دقيقة لـ 15 ساعة وربع بحسب الحسابات الفلكية وفلكيا تكون بداية شهر رمضان المبارك 1443 هجريا يوم السبت 2 إبريل عام 2022 وبذلك يتبقى 30 يوما على رمضان وستبلغ مدة ساعات الصوم في أول يوم 14 ساعة و19 دقيقة حيث ستكون صلاة المغرب في تمام الساعة 6 و14 دقيقة بتوقيت القاهرة وصلاة العيشة هتكون الساعة 7 33 دقيقة والصحور هيكون عند الساعة 1 55 دقيقة والإمساك هيكون الساعة 3 55 دقيقة والفجر على أربعة وربعة والشروق على 5 43 دقيقة والظهر هيكون 11 58 دقيقة والقصر هيكون عند 3 ونص المصدر معانا كان من اليوم السابع والمصري اليوم وبعض وسائل الإعلام المصرية يعني تنشر التفاصيل زي ما ذكرتها لحضركم أترك ليكم التعليق ومرة تانية كل عام وأنتم بألف خير ننتقل مع بعض الخبر آخر وفي خبر عاجل بأمر من الرئيس السيسي مصر ترسل طائرات لنقل المصريين بالقرب من أوكرانيا الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر أوامر فورية للحكومة بإجلاء الطلب المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد قال إنه سيتم بعد ظهر اليوم إقلاع طائرة مصر للطيران المتجهة إلى بخارس لعودة الطلب المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن على متن الطائرة المتحدث الرسمي أضاف أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية قامت رئاسة مجلس الوزراء بإجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الدول المعنية ووزارتين الهجرة والشؤون المصريين بالخارج والطيران المدني وتم ترتيب إرسال الطائرة التي ستنقل الطلب المصري من بخارس المصدر معنا كان من اليوم السابع وأترك لحضراتكم التعليق على هذا القبر طبعا يعني نجد من الحكومة المصرية يعني اهتمام شديد بالطلب المصريين والمصريين العالقين بسبب الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا مصر تهتم بأولادها وفي تقدير كبير لهذه التحركات والأوامر الرئاسية لتعزيز الكرامة المصرية ولمحاربة التمييز والأنصرية انتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل من الحكومة المصرية وتحذير من تغير مفاجئ في درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية في مصر أعلنت أنه سيكون فيه ارتفاع في درجات الحرارة على جميع محافظات ومدن الجمهورية وتسجل محافظات الجنوب 33 درجة مئوية في حين تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة والمحافظات الشمالية مبين 27 ل28 درجة مئوية بينما تتعرض السواحل الشمالية الغربية لسقوط أنطار خفيفة متقطعة غير مؤثرة على الحياة اليومية تؤكد عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية منار غانب أنه مع بداية اليوم لمدة 3 أيام سوف تتعرض مصر إلى امتداب منخفض جوي في طبقات الجو العليا وضحت أنه منخفض بارد قادم من جنوب غرب أوروبا مع رياح شمالية غربية سطحية باردة على ارتفاع 6 كيلو متر فوق سطح الأرض يؤدي المنخفض إلى انخفاض درجات الحرارة ما بين 6 و 7 درجات على معظم مدن ومحافظات الجمهورية إذ تسجل الطائرة الكبرى وجنوب الوجه البحري 20 درجة مئوية في حين تسجل السواحل الشمالية 17 درجة مئوية منار غاني مأكدت أن هذا المنخفض لن يكون بنفس قوة المنخفض الجوي الذي تعرضت له مصر منذ أسبوعين ولن تتأثر مناطق مصر الوسطى أو المحافظات الجنوبية بالمنخفض في حين أن السابق كانت فرص الأمطار فيه بين متوسطة ومتفاوتة الشدة وتأثرت بها كل محافظات الجمهورية تضيف عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد أنه بداية من الأحد المقبل سوف تشهد مصر ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة لافتة إلى أنها ستكون متغيرة حسب قراءة الضغط الجوي المصدر معانا كان من الوطن وأترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر معانا خبر أخير وكان سؤال بيثير المصريين السؤال ده عاوزين يعرف الجهة اللي هتهتم أو هتشيل النفقة بتاعة السياح الأوكران في المنتجعات المصرية يعني مين هتكلف قيمة الإقامات للأوكرانيين في مصر وفي المنتجعات عاوزين نعرف التفاصيل دي ونعرف الجهة المسؤولة عن هذا الأمر وغرفة المنشآت الفندقية في مصر أصدرت بيان بشأن استمرار إقامة السائحين العالقين الذين حالت ظروف طيران دون عودتهم إلى أوكرانيا والمنتهية برامجهم السياحية بالفنادق المصرية أضافت الغرفة في المنشور أنه تم اتخاذ بعض القرارات منها مطالبة الفنادق فئة التلت نجوم بالاستمرار في استقبال النزلاء العالقين مع تقديم ثلاث وجبات ومشروبات خفيفة يوميا وسوف يقوم صندوق السياحة بتغطية تكلفة الإقامة والوجبات في حدود ما يعادل عشر دولارات للفرد في الليلة وتابعت الغرفة مع التأكيد على عدم تحميل النزيل أي مبالغ إضافية نظيل إقامته في الفنادق علما بأن التمويل سيتم من الصندوق بشكل سريع وفوري وفيما يخص فنادق الأربع والخمس نجوم فعليهم عرض الأمر على النزلائهم العالقين للمفاضلة بين عرضين إما استمرار إقامتهم بالفندق مع منحهم سعر تغضيل متميز لا تتجاوز قيمته السعر التعاقدي في الفندق ذاته في حالة الوفود عن طريق منظم رحلات أو السعر المحجوز به بالفندق عبر أي وسيلة أخرى وذلك قبل حدوث الأزمة وإما نقل النزلاء بمعرفة شركات السياحة الجالبة إلى فندق آخر فئة التلات نجوم والذي سيتحمل تكلفة صندوق السياحة على النحو المشارئ له زي ما ذكرنا لحضراتكم أن صندوق السياحة في مصر هيتكفل بعشر دولارات وإقامة في فندق ثلاث نجوم عشر دولارات في الليلة الوحدة لكل سائح طبعا دي تكلفة كبيرة ولكن دي نقطة برضو للسياحة المصرية وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة والخفيفة أتمنى تكون خفيفة على حضراتكم وتألتش عليكم إن شاء الله كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحيكم مصر ميديا إي بي على الفيسبوك وعليتيوب بنفس الاسم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته